في زيارته إلى القاهرة حمل الرئيس هادي أكثر من ملف لم يقتصر الأمر على العلاقات الثنائية ولقائه بعبد الفتاح السيسي لكن ثمت ملف يشغل هاجس الرئيس وهو ترتيب البيت الداخلي لحزب المؤتمر كميراث سياسي تتجاذبه أطراف عديدة يتموضع عدد من القيادات المؤتمرية في القاهرة برمانيين ومؤتمرين كانوا ضمن الجهاز البيروقراطي للسلطة وهو ما يفسر ظهور قيادات برفقة الرئيس في زيارته الأخيرة في إشارة إلى أن شيئا ما يتم تحضيره لا عنوين واضحة أو ملامح حول طبيعة اللقاء الرئاسي بقيادة المؤتمر في القاهرة ولا مخرجات سياسية تذكر على الصعيد السياسي وطبيعة ما سيضيفه المؤتمر للحالة السياسية المساندة للشرعية والأزمة اليمنية بشكل عام يرى مراقبون أن أكثر من معضلة سياسية تكتنف الحزب الذي ظل حاكما في اليمن بشكل علني منذ تحقيق الوحدة وكان واجهة سياسية للحكم الفردي العائلي وتكمن المعضلة في أن عددا من القيادات المؤتمرية لم تصحح خطأها السياسية المساندة للانقلاب السعي المستمر من قبل الرئيس هادي نحو المؤتمر كأداة سياسية لا يوجد تفسير مثمر له كأن الرئيس يستند على مظلة سياسية واسعة اسمها الشرعية ومكوناتها إضافة إلى المرجعيات الأساسية والإسناد الدولي والإقليمي دون توضيحات من الرئاسة والمؤتمرين في الشرعية لأهمية ذلك السعي السياسي ولم يخلو لقاء القاهرة من الممهدات السياسية له ومن بين تلك الممهدات القرارات الرئاسية التي أعادت وجوه النظام القديم إلى مفاصل الدولة ومن بين تلك الوجوه شخصيات متورطة بجرائم وانتهاكات ضد شباب الثورة السلمية عام 2011 فما الذي ستضيفه لملمة المؤتمر بالنسبة لدولة اليمنية التي تعيش الشتات والتقويض ولماذا لا يكون سعي الرئيس هادي للملمة الدولة خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن بذات السعي إلى لملمة حزب المؤتمر وشتاته الكبير بين صنعاء والرياض والقاهرة ترجمة نانسي قنقر